القوات الامنية تقتحم وسط الرمادي وتحرر عددا من احياء المدينة وقوات امريكية خاصة مسنودة بالمروحيات تشارك في المعارك العراق والصين وقعاني خمس اتفاقيات لدعم الاقتصاد وتنمية مصادر السلاح والعبادي يؤكد فقته من قهر داعش وتحرير كامل اراضي العراق تسجيل 2500 حالة اصابة بالنكاف بين طلاب المدارس والتربية النيابية تتهم الصحة بالتقصير في مواجهة المرضى القوات الموالية لهذه تقترب من مدخل العاصمة اليمنية صنعا والامم المتحدة تبدي اسفها لاستمرار دمشق باستخدام اسلحة عشوائية مساء الخير مشاهدين الكرام واهلا ومرحبا بكم الى نشر اخبارية مفصلة من المدى والبداية مع اسامة اهلا النور ساعة اخبارية من المدى اهلا بكم اعلن قائد عمليات الانبار الواركون اسماعيل المحلاوي تحرير منطقة الجراشي شمال مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش بالكامل وقتل تسعة من عناصر التنظيم في حين اكد مصدر مطلع ان القوات الامنية اقتحمت منطقتين حي الجمعية وشارع سبعة عشر بعد معارك شرسة اسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش مشيرا الى ان القوات الامنية تقوم حاليا بتطهير الاحياء السكنية بشكل تدريجي ونشرت مفتارز القناصين في المباني مع اعلان انطلاق عمليات تحرير مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش تمكنت القوات الامنية من التقدم باتجاه مركز المدينة وحرارة الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير اجتباكات عنفة خاضتها القوات الامنية بصنفها كافة خلال معارك تحرير مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش وتمكنت من تحرير عدد من احياء المدينة وابرازها حي الضباط وحي البكر والعدلي بالاضافة الى شارع ستين ورفع العلم العراقي فوق مبانيها في حين حاصلت القوات الامنية مركز الرمادي وضيقت الخناق بالكامل على عناصر داعش الموجودين فيها المعارك ما تزال مستمرة لغاية الان في ظل استمرار القصف المدفعي والصاروخي على مواقع التنظيم ودك خطوط دفاعاته الامر الذي سيسهل دخول القوات الامنية باقل الخسائر الى مركز الرمادي وتحريرها بالكامل من المتطرفين بعد اخراج جميع المدنيين المحاصرين فيها التنظيم بدوره استخدم جميع الطرق لردع التقدم الامني وعرقلته حيث زرع جميع الطرق الرئيسية بالالغام فضلا عن زج العشرات من الانتحاريين الذين قتلوا قبل وصولهم لاهدافهم ومع استمرار القوات الامنية في التقدم نحو مركز المدينة وصلت خمسة افواج قتالية اضافية من مقاتل عشائر الانبار لمسك الارض المحررة في قواطع العمليات الشمالية والشرقية والجنوبية للمدينة وسط تأكيدات عسكرية بان التنظيم اصبح منهارا ومنكسرا بعد الضربات المجعة التي تعرض لها مع انقطاع جميع طرق امداداته ونفاذ اعتاده هذا وكان جهاز مكافحة الارهاب قد اعلن ان قواته دخلت الاحياء السكنية في مركز مدينة الرمادي وتتقدم باتجاه المباني الحكومية وفي الطريق لتطهير جميع احياء المدينة المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان اكد ان جهاز مكافحة الارهاب شرع بعبور ضفة نهر الفرات من منطقة تم تحديدها وتأمينها مبينا انه بعد عبور النهر انقسمت القوات الى محاور عدة بحسب الخطة التي رسمت من رئيس الجهاز واضاف النعمان ان تلك القوات تخوض الان معارك شرسة مع عناصر التنظيم في حي الارامل والبكر بالمدينة لافتا الى انه تم قتل اثني عشر ارهابيا حتى الان وتفجير سيارتين مفخختين بما تحملانه من سائقين ومرافقين وللحديث عن تطورات معارك تحرير الرمادي ينظم الينا عبر الهاتف العميد احمد البلاوي مرحبا بك سيد احمد اهلا وسهلا بكم اهلا بك سيدي الكريم بداية حدثنا عن اخر التطورات والمعارك الجارية في الرمادي الان اين وصلت القوات الابنية في تقدمها باتجاه مركز المدينة تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله سهيئة اليوم النشامة الابطال من الجيش العراقي والوزارة الداخلية بجميع صنوفها نعم وابناء حجب الانبار النشامة الغيارة ودخلوا مركز المدينة من ثلاث محاور وهاهم اليوم يسيطرون سيطرة تامة ان شاء الله بدخولهم وبهمة عالية ولا تراجع لقد نشروا هذه الليلة صباح فجر هذه الليلة نشر القنافين في الدوائر وفي الأماكن المرتفعة والآن مركز المدينة تحت سيطرة نارنا ما هي ان شاء الله إلا أيام قناء وستحكم المعركة في مركز المدينة نعم سيد أحمد ولكن حتى الآن نتحدث عن تقدم بالإطار العام وبالمفهوم العام ولا يوجد حديث عن أرقام عن كيلومترات عن مناطق تم السيطرة عليها من قبل القوات الأمنية هل لك أن تطلعنا على هذه المناطق عن كيلومترات التي لا تزال تحت سيطرة داعش نعم من المحور الشمالي الأبطار النشامة الذين تقدموا كانوا يبعدون عن مركز المدينة عن كيلومترات الآن تم تحرير منطقة الجرايشي نعم والمناطق المحيطة بها وهم الآن بالقرب من جسر الجزيرة أما في المحور الثاني المحور الغربي فقد تقدم الأبطار النشامة من جميع الصنوخ وثم تحرير منطقة البشنعان البشنين القادسية الأولى الثانية ودخلوا وهم الآن على المشارب محافظة المركز المدينة لا يمع إلا 500 متر أما الضفة الجنوبية والشرقية فقد تقدم الأبطار وثم تحرير الأحميرة حي الأرامل السارع السكين بأكمل انتشرت قواتنا في الضباط والملعب في حي الضباط والملعب ولم تبقى إلا مئات الأمتار عن مركز المدينة فكيف لا يكون هناك التحرير التحرير زاري إن شاء الله على قدم نوسا طيب تحدثت عن مشاركة جميع الصنوف وتشكيلات الأمنية في هذه المعركة وهناك أيضا حديث سيادة العميد عن مشاركة قوة أميركية خاصة في هذه المعارك ما مدى صحة هذه الأنباء هل تؤكد ذلك هل بالفعل هذه القوة شاركت في العمليات قوة أميركية خاصة قوامها تقريبا 100 جندي لم نفتقل أي طوات أجنبية إلى مركز مدينة الرمادي وإلى الأنبار فقط طيران التحالف لديه ضربات موجعة أما التقدم وأما الانتصارات الزاهرة فها هم أبناءكم وأخوانكم هم الذين يقدمونه وهم الذين سيقسمونه ضارجا طيب كيف تعاملت عناصر داعش الأرهابية مع هذا التقدم وهذه العملية المباغة للقوات الأمنية وهذا الالتفاف السريع والمحاور التي استخدمتها القوات للدخول إلى المناطق المحرارة كيف تعاملت مع هذا التقدم هل واجهت المعركة هل انسحبت إلى مناطق أخرى لا نباغة نحن رجال نحن العسود نحن الصقور لا نباغة أحد بل أعلمناهم قبل أيام أنكم أما أن تحقوا قبوركم بأيديكم وأما نحن فإننا قادمون لكم لا نباغتكم بل نهجب عليكم بومح النهار وعاهم اليوم كالجردان وكالفئران يفتضلون من هنا ومن هناك وأشلاءهم وجسفهم تحت أقدامنا هذه طيب كيف تم التعامل مع الأسر المدنية التي تحاول أو حاول داعش استخدامها كدروع بشرية داخل مدينة الرمادي تعرف حضرتك بعض الأسر لم تتمكن من الخروج خارج الرمادي رغم التحذيرات الأمنية نعم لقد قام داعش المجرم باستخدام واستخدام العوائل بروع بشرية لهم ونحن الآن لم تكتمل المعركة وبعد اكتمال المعركة سنعطيكم استفاصيل حتى لا تسرق خطتنا نحن الآن نتقدم والعوائل بدأت تخرج من قطعاتنا العسكرية معززة مكرمة الذين ليس لديهم علاقة مع داعش لو نوضعهم على رؤوسنا والذين تلطقت أيديهم فلا مكان لهم هنا عندنا الآن بدأت تخرج العوائل والأمور أطمئلك وأطمئ المشاهديكم الكرام بأن الأمور تجري على قدم الوسراق وهذه العوائل الآن تخرج من قلب طيب بسؤال أخير سيد أحمد وعذرا لضيق الوقت بسؤال أخير بنصف دقيقة النقطة الأخيرة من مركز الرمادي هي المجمع السكني تقريبا هذه المنطقة هي قلب مدينة الرمادي والسيطرة عليها من قبل القوات الأمنية تعتبر السيطرة الكاملة على مدينة الرمادي ما هي الخطة الموضوعة على السيطرة على هذه المنطقة هل هناك توقيتات سقوف زمنية حتى يرفع العالم العراقي فوق المجمع السكني قلب مدينة الرمادي نعم نحن استخدمنا التقدم بالتكنولوجيا العالية جدا جدا ولا نريد السرعة في التقدم لأن هناك مثل ما تعرف هذا داعش المجرم الوصف قد ملأ الشوارع وملأ الفروع والطرق الميسمية ملأها أبواس ونحن نتقدم بتكنولوجيا عالية ولكن ها هي أمامنا في ناظراتنا وفي كاميراتنا هذه أمعابة أمامنا المجمع ما هي إلا مئات الأمتار وسنرفع العلم العراقي هناك إن شاء الله أنا أشكرك آمر الفوج الأول بالحج العشاري العميد أحمد البيلوي شكرا جزيلا لك إلى ذلك كشفت مصادر مطلع عن مشاركة قوات أمريكية خاصة مدعومة بالمروحيات في معارك تحرير مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش بشكل منفرد دون مشاركة القوات العراقية المصادر أشارت إلى أن هناك معلومات استخبارية دقيقة كشفت أن هذه القوات دمرت مقارا للتنظيم وقتلت قاداتهم مع قطع قطوط تمويلهم وإبدالهم وحصر تحركاتهم ومنعهم من إيصال الدعم القتالي إلى خلاياهم التي تشتبك بشكل مباشر مع القوات الأمنية العراقية من جهته أكد قائم مقام مدينة الرمادي دلف الكوبيسي مشاركة القوات الأمريكية في عمليات تحرير المدينة مشيرا إلى أن القوات الأمريكية المشاركة تتحرك على أهداف منتخبة وفق معلومات استخبارية دقيقة أعلن قائد فرقة الرد السريع اللواء الثامر محمد إسماعيل مقتل 17 عنصرا من داعش وتدمير 17 وكرا للتنظيم بقصف صاروخي في حساب الشرقية في الأنبار إسماعيل وفي بيان له أكد أن قوة تابعة لفرقة الرد السريع تمكنت أيضا من تفجير وتفكيك 12 عبوة ناسفة فيما أشار إلى أن العمليات العسكرية وبمشاركة الطيران العراقي وطيرات التحالف الدولي ستواصل تحرير ما تبقى من الأنبار أعلن العقيد حسن نايف أمر فوج الحجد الثاني من منطقة البعايثة تطهير المنطقة بالكامل من تنظيم داعش فيما أكد أنه يعمل على إعادة جميع الأهالي إلى ديارهم كما طالب أبناء عشيرة البعايثة بالالتحاق بصفوف الحجد الشعبي نحن الآن في أطراف منطقة البعايثة التي تم تحريرها على يد قيادة عمليات الأنبار هذه المنطقة التي أعانت الأمرين حضرنا ضمن قوة اللواء طارق اليوسف الفوج الثاني لمنطقة البعايثة ومعي مجموعة من المقاتلين الشباب من أهالي المنطقة وعقدنا العزم أن لا نعود إلا بعد إرجاع جميع الأهالي من النساء والشيوخ والأطفال إلى مناطقهم وجدنا الخراب كبير في المنطقة لم يسلم شيء من أيدي داعش هدمت الدور وهدمت مراكز العبادة وهدمت المدارس وخربت البنية التحتية من مدارس ومشاريع ري وكهرباء وصحة ونحن وندعو من خلال محطاتكم الفضائية ندعو باقي الشباب من أبناء هذه العشيرة التي ضحت ولا زالت تضحي على الالتحاق بصفوف الحجد الشعبي لعشيرة البعايثة قتل عشرة عناصر من داعش ودمر أكبر مستودع للتنظيم بقصف لطائرات التحالف الدولي شرقي الموصل وأكدت مصادر أمنية أن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي قصفت أكبر مستودع أسلحة وذخار لتنظيم داعش في منطقة الكرام الشرقي الموصل مشيرا إلى أن المستودع كان يضم كميات كبيرة من الأسلحة والاعتداء والمتفجرات وخاصة صواريخ كاتيوشا وذكرت المصادر أن المستودع احترق بالكامل وشهدت ألسنة نيران كبيرة تتصاعد منه كما سمع دوي انفجار الأسلحة والذخيرة فيه تستعد بعض الفرق والألوية التابعة للقوات العراقية وللتوجه إلى جبهة شمالية تمهيدا لمعركة تحرير الموصل من قمضة تنظيم داعش الذي سيطر على المدينة وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوهشم البريفكاني أن تلك القوات بدأت الالتحاق فعليا بقيادة عمليات تحريد نينوه في مخمور بعد أن كانت قد سحبت للمشاركة في معركة الأنبار قبل أشهر عدة مبينا أن قوات البشمركة ستشارك بقوة في جبهة الموصل وبإشراف التحالف الدولية في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم التحالف الدولي ستيفن وارن دخول قوات أمريكية خاصة إلى العراق بموافقة حكومة بغداد اعترضت قياداتهم في الحج الشعبي على هذه الخطوة التي وصفت من قبلهم أنها احتلال من نوع آخر خطوة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في السماح بدخول قوات برية أمريكية إلى العراق أمر يبدو أنه استفز قيادات الحج الشعبي ما جعل تلك القوات وفقا لاعتقادهم هي قوات محتلة وربما ترتفع فرص ردها عسكريا من قبل فصائل الحج الشعبي ليس هناك نص يشير إلى نشر القوات الأمريكية في العراق حقيقة خاصة نحن لا نمر بخطر حقيقي خاصة بعد ابتعاد الخطر الداعش عن بغداد أكثر 200 كم كان الخطر يداهم بغداد ولم تحرك أمريكا ساكنة ندافع عن الأرض العراقية بوجه أي احتلال أي احتلال من قوات غازية العراق داعشية أو غير داعشية هي حقيقة تمثل احتلال ونحن نرفض أي احتلال مهما كان عنوانه عندما يكون هناك احتلال سيكون لنا موقف بالتأكيد هناك قيادات هي التي تفكر هي التي تخطط هي التي تعطي الأوامر الموافقة على نشر قوات أمريكية في العراق يجده أعضاء في اللجنة الأمنية النيابية أمرا طبيعيا في ظل الاتفاقية الأمنية بين الطرفين ويضيف الأعضاء أن الحجد الشعبي تابع للحكومة ولا يحق له الاعتراض على سياسة الدولة إذا لم نكن نستطيع أن نعالج هذا الموضوع ونرتبط باتفاقية أمنية مع الجامل الأمريكي لماذا لا نقبل أن تأتي قوة وتساعدنا في تحيير هذه المناطق علما أن نرتبط باتفاقية وهذه القوة تكون بموجب بتحديات الاتفاقية فأمر طبيعي جدا أنا أجده أمر طبيعي جدا ولا بد لنا أن نكون منطقيين الحجد الشعبي يجب أن يكون قراره نابع من قرار وإرادة الحكومة لا يمكن أن تكون هناك مراكز قوم متعددة في حال وجود مراكز قوم متعددة معنا البلد يدخل في فوضه السياسة الحكومية في محاربة الإرهاب وضمن تحركاتها الأخيرة صوب ذلك يعطى انطباعا واضحا بأنها تميل إلى استقطاب القوى العسكرية الخارجية لا سيما الأمريكية في المعارك مع داعش على أن يكون الحجد الشعبي جزءا من هذه المنظومة العسكرية وأن لا يتحرك أبعد من هذه المساحة ياسر الحطاب قناة المدى بغداد أكد نعمان كورتولماشنة برئيس الوزراء التركي أحمد داود أوبلون أن الجنود الأتراك ما زالوا في معسكر زيليكان شمالية الموصل لتدريب قوة الحجد الوطني وأوضح كورتولماشنة القوات التركية انصحبت إلى مواقع خلفية لضمان الحماية لها بشكل أفضل بعد تزايد التهديدات من قبل الجماعة المسلحة مبينا أن القوة الإضافية الداخلة للعراق أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر وستوصل تدريبها للقوات العراقية أكدت مصادر علامية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى للحصول على مساعدة القبائل السنية في العراق لهزيمة داعش مثل ما فعل جيش الأميركي لهزيمة تنظيم القاعدة ونقلت المصادر عن فيصل العسا في أحد شيوخ العشار في الأنبار قوله أن روسيا جدة في محاربة الإرهاب وتريد إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن على العكس من الولايات المتحدة وأضاف أن روسيا قد بدأت بالفعل في قصف خطوط داعش في سوريا في حين أن الولايات المتحدة تساعد مقاتلي داعش على التحرك بحرية من سوريا إلى الأنبار شكلت فرقة العباسة التابعة للحجد الشعبي فوجا قتاليا من أبناء محافظة الأنبار بالتنسيق مع وزارة الدفاع فيما أكد المتطوعون أنهم جاءوا للدفاع عن مناطقهم والقتال إلى جنب القوات الأمنية والحجد الشعبي تفاصيل أكثر مع طارق الطرفي فوج قتالي شكلته فرقة العباسة التابعة للحجد الشعبي ضم أبناء مناطق محافظة الأنبار النازحين إلى ناحية النخب قيادة الفرقة عدت هذا الفوج بأنه مشروع وطني يعكس وحدة العراقيين وتلاحمهم وبينت أن تسليحه تم بالتنسيق مع وزارة الدفاع فضلا عن تكفل هيئة الحجد الشعبي برواتب منتسبيه دقيقة هذا المشروع مشروع وطني وينقل صورة للآخرين أن العراقيين لحمة واحدة ووضع موحد فرقة العباس تجهز هذا الفوج التجهيز والسلاح والعتاد ولا يخفى عليكم أن السلاح والعتاد هو من وزارة الدفاع مشكورة تسند فرقة العباس إلى حد كبير وكذلك سيكون رواتبهم أيضا ضمن رواتب الفرقة التي تتكفل بها هيئة الحجد الشعبي ونأمل أن لا يكون هناك تلكع بهذا المفصل متطوعوا الفوج الجديد بيّنوا أن انخراطهم فيه جاء بهدف المشاركة والقتال إلى جانب تشكيلات الحجد الشعبي والقوات الأمنية لاستعادة مدنهم من سيطرة الإرهاب الذي جاء لقتل الأبرياء وأكدوا أن من لا يدافع عن العراق اليوم لا يستحق العيش على أرضه الذي دفعني للدفاع عن أرض الوطن فكل الذي حدث بنا والذي لا يخرج يدافع عن العراق فهو ليس عنده غير وليس رجل نحن اليوم أتى إلينا عدو مدفوع من قبل دول لقتل الناس الأبرياء فمن لم يدافع عن وطنه فلا يستحق العيش فيه أنا من النخيب وأنا شمري وحافظ كبيري أني أمثل الحجد الشعبي لأن الحجد الشعبي على الحق وإحنا على الحق كنا ويا إن شاء الله فإحنا دفعنا نفسنا أنه لازم نطوع وندفع عن المنطقة اللي احنا بيها وعن نفسنا وناخذ ثارة إن شاء الله من داعش وأني مو بس ثاني وأني أب وعندي ابني هذا ويايا وعندي هذا ابن ابني وهذا ابن ابني ابني اللاخة مويانة وهذا نسي ابنهم موجود هذا ابن خالي يعني هذا ابن أختي هذا ابن عمي هذا ابن عمي كلهم دولة يعني احنا من عشرة يعني من عائلة واحدة تقريبا انخراط أبناء الأنظار في تشكيلات الحجد الشعبي جاء تلبية لنداء المرجعية الدينية لعليا التي دعت لإشراك أبناء تلك المناطق في تحريرها وطرد عناصر داعش الإرهابي منها فضلا عن تعزيز الوحدة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد من وسط ناحية النخيب جنوبي محافظة الأنبار طارق الطرفي المدى اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ميليشيات وقحة بعمليات سلب الشركات النفطية الأجنبية بغطاء من وزارات أمنية مطالبا في الوقت ذاته بردع حكومي صارم وشديد لمواجهته مثل هذه العمليات وقال الصدر أن الغرض من هذه العمليات هو فرض سيطرة الميليشيات على العراق مؤكدا أن تلك الميليشيات استغلت انشغال المجاهدين بمحاربة الإرهاب فعانتت في جنوب ووسط العراق لمحاولة فرض السيطرة بالقوة والإرهاب تكسير المقار وتهديد الأهالي والسياسيين وكانت مجموعة مسلحة قد سطت يوم السبت الماضي على شركة للمقاولات داخل حق البدر النفطي في محافظة الواسط وصرقت 15 مليون دينار و4 سيارات النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل موسيقى 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 اهلا بكم من جديد وقع العراق والصين خمسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري والدبلوماسي والنفط والطاقة وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء حيد العبادي ونظير الصيني والوزراء من الجانبين نعم نور وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى التفاهم بشأن المشاركة ببناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين والثانية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين والثالثة توقيع اتفاقية ايطارية بشأن التعاون في مجال الطاقة أما الرابعة في مجال التعاون العسكري بين البلدين فيما تضمنت مذكرة التفاهم الخامس توقيع اتفاق بشأن العفاء المتبادل لتأشيرة دخول الجوازات الدبلوماسية من جهة أخرى أعرب رئيس الوزراء حيد العبادي عن ثقته بقدرة العراقيين على قهر تنظيم داعش والمضي قدما بتحرير كامل الأراضي المختصبة بيان لرئاسة الوزراء أكد أن رئيس المجلس الوطني الصيني شانج جيانج وخلال لقائه العبادي شدد على موقف الصين الدعم لعراق في مواجهة الإرهاب وحرصها الشديد على أمنه واستقراره وازدهاره وتعميق حلقات التعاون المشتركة اتهمت لجنة التربية النيابية وزارة الصحة بالتقصير في مواجهة تفشي مرض النكاف بين طلاب المدارس وكذلك في متابعة المدارس التي سجلت فيها حالات إصابة بالمرض عضو اللجنة رياض السعدي طالب وزيرة الصحة بإقالة مدراء الدوار الصحية في المناطق التي تنتشر فيها الأمراض المعدية يوحد في الأونة الأخيرة انتشار مرض النكاف وهناك تقصير واضح لوزارة الصحة ومدرياتها وقطاعاتها وخاصة الصحة المدرسية بمتابعة هذه الأمراض لذا أطلب من وزيرة الصحة بإقالة المدراء العامون ومدراء القطاعات الصحية في أي منطقة في العراق وخاصة في بغداد والأطراف تثبت هذه الأصابات نتيجة لهذا التخصير كفى مجاملات مع هذه المديريات ما أن انحسر وباء الكوليرا في العراق حتى أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2500 حالة إصابة بمرض النكاف ضربت طلاب مدارس متعددة لتزداد الدعوات باتخاذ إجراءات سريعة للحيلولة دون انتشار المرض أزمة مرضية جديدة تصيب أغلب الأطفال في المدارس ورياض الأطفال تدعى مرض النكاف مرض سجل أكثر من 2500 حالة مرضية لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد أشارت إلى أن هناك لجانة مختصة من وزارة الصحة تتابع تلك الحالات لدينا متابعة مع دوائر الصحة في جانبي الكرخ والرصافة ومتابعة هذا الموضوع أيضا مع لجنة التربية في المجلس المحافظة فبالتنسيق مع هذه الدوائر هو أنه وضع حد لانتشار هذا المرض وطبعا هو الإجراء أيضا يعتمد على الأسرة أيضا المفروض تكون هناك متابعة للطفل وإرساله أو جلبه إلى المركز الصحي لمتابعة حالة الصحية الحالات المرضية التي برزت بين الأطفال كانت داخل أرويقة المدارس فتكثيف الحمالات التوعوية والإرشادات من خطر ازدياد هذا المرض وغيره من الأمراض ربما يقلل من انتشاره بحسب أعضاء المجلس يجب أن تكون هناك تدابير تربوية من قبل المدارس لغرض تقليل الإصابة بين الأطفال لا يوجد منعات أو جرعات طبية لمنع هذه الحالات التي يجب أن تحدث للإنسان ولكن كثرتها بهذا الحد لشلل المناطق على اعتمال أن الأولياء هؤلاء الأطفال سيصابون بإحباطات كبيرة ومشاكل صحية مجلس المحافظة هي فرق جوالة لرصد هكذا حالات تعاون مع وزاة الصحة مع موديليات الصحة الموجودة في بغداد للمساعدة والسيطرة على كل هذه الأوباس سواء كانت أنه نكاف أو كليرا أو حالات أوبقة قد تنتشر تزايد حالات الإصابة بالأمراض الخطيرة داخل المدارس ورياض الأطفال ينذر بكارثة بيئية وصحية بحسب مختصين فبالأمس القريب تلاشى مرض الكوليرا حتى ظهر اليوم مرض النكاف أمراض تستوجب إجراءات عاجلة من قبل المعنيين للحد من انتشارها من بغداد حاتم المدى سجلت دائرة صحة محافظة ذيقار 1500 إصابة بمرض حبة بغداد الجلدي والذي ينتشر بشكل كبير بين المواطنين وخصوصا الأطفال لأسباب عديدة منها الملوثات البيئية فيما تتخذ الدوائر المعنية أجراءتها للحد من انتشاره تفاصيل أكثر في تقرير فؤاد فاضل حبة بغداد أو ما تعرف باللشمانية هي من الأمراض الجلدية التي تصيب الإنسان وتأتي عن طريق العدوى في أغلب الأحيان ارتفاع نسبة الإصابة بهذا المرض في أغلب مدن محافظة ذيقار أثارت تساؤلات كثيرة خوفا من انتشاره وتأثيره على المواطن أنا عدي واحدة من البنات دون بالمدرسة الابتدائية أصيبت بحبة بغداد أخذتها المستوصب قال هاي حبة بغداد بعد تشخيص قامت تأخذ جرع لمدة أربع سابيع وخطة الزغيرة انعدت من عيدها وجاي تأخذ جرع سألت الدكتور شنسيب قال هاي أسباب تعتبر الماء ملوث أو المدارس دائرة صحة ذيقار سجلت أعلى نسبة من المصابين وصلت إلى أكثر من 1500 مصابين هذا العام أمر دفع جهات الصحية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا المرض الذي يسجل ارتفاعا ملحوظا خلال فترة قصيرة حيث شكلت لجان المتابعة التي انتشرت في مدن المحافظة تم التسجيل أكثر من 1500 حالة لحد الآن في عموم المحافظة هناك عدة أسباب لهذه الزيادة منها الظروف المناخية التي كانت مناسبة هذا العام بالإضافة إلى تحول الكثير من المساحات التي كانت سابغا مغمورة بالمياه تحولت إلى مناطق يابسة ومناطق مناسبة لتكاثر حشرة ذباب الرمل من ضمن أسباب انتشار هذا المرض الملوثات البيئية التي عدها مختصة سببا للعديد من الأمراض لذلك كان لدائرة البيئة دورا فاعلا في إجراء فحوصات للأماكن الملوثة ومعالجتها وجدت وجود بعض الملوثات أو توفر النواقل لهذا المرض مما أدى إلى انتشاره بالأخص في طلاب المدارس لذلك نحن قمنا باتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بالأنشطة الملوثة للبيئة ومنها فرض انذارات وغرامات مالية وقمنا بغلق بعض الأنشطة التي قد تكون سبب لانتشار مثل هكذا أمراض إجراءات اتخذتها الدوائر المعنية من خلال توفير العلاج المناسب ولجان المتابعة التي انتشرت في عموم المحافظة جاءت لتقلل تزايد حالات الإصابة بما يعرف بحبة بغداد التي سجلت أعلى نسبة إصابة هذا العام في محافظة ذيقار جملة من التوصيات والتعديلات أجرتها اللجنة القانونية النيابية على قانون العفو العام بهدف بحثه من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان مطلع الشهر المقبل وتهدف التوصيات إلى التقليل من الاستثناءات التي رافقت مشروع القانون تفاصيل مع محمد صبح أجرت اللجنة القانونية البرلمانية تعديلات على مسودة قانون العفو العام ورفعتها على شكل مقترحات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب التي ستبحثها مع رؤساء الكتل السياسية بداية الشهر المقبل وتدور توصيات اللجنة البرلمانية في إعادة جميع الأحكام الصادرة وفق قانون أربع إرهاب وكذلك شمول جرائم الرشوة والاختطاف وسراق المال العام والتزوير والاختلاس بقانون العفو العام اللجنة القانونية في البرلمان استضافت سادة قضاة حقيقة والداولة في موضوع مراجعة وتقييم بعض القضايا الاستثنائية التي وردت في المادة الرابعة من قانون العفو واقترحت شمول غير العراقي المقيم في العراق في قانون العفو العام وأيضا حصول الصلح من دول مجنع عليه وتزيد الالتزامات المالية للدولة والأشخاص وأيضا مراجعة قضايا الذين حكموا بالإرهاب وقللت هذه التوصيات الاستثناءة الأربعة عشر التي كانت قد وضعت في قانون العفو العام والتي أعاقت تمريره في الجلسات السابقة إلى تسعة استثناءات اللجنة أيضا رفعت بعض المقترحات ورفعت بعض الاستثناءات حتى وصلت من أربعة عشر استثناءات إلى حوالي تسع أو ثمان استثناءات حقيقة وضمنتها بكتاب ومقترحات ورفعتها لعاست المجلس التي ستناقش الموضوع مع الرؤساء الكتل السياسية لكن هناك من يقلل من أهمية هذه التطورات التي طرأت على قانون العفو العام واصفا إياها بالشكلية ولم تمس جوهر الخلاف في المحتوى الأكبر للمادة أربع إرهاب المسألة تتعلق بخلاف وجهتين نظر أساسيتين هو من الذي سيشمل بالاستثناء فيما إذا طبقت المادة أربع إرهاب قاوة قانون أربع إرهاب يرى البعض أن الاستثناء يجب أن يشمل الكل كل شخص اعتقل بسبب أربع إرهاب مهما كان هو موقوف أو محكوم يجب أن لا يشمله الاستثناء قد تكون هذه التعديلات غير كافية لتمرير قانون العفو العام الذي يعد من القوانين الخلافية طالما هناك تحفظات من كتل سياسية على شمولي الموقوفين والمحكومين وفق المادة أربع إرهاب بهذا القانون مما يصعب إقراره في الفصل التشريعي المقبل من داخل مجلس النواب محمد صباح المدى يسحى البرلمان خلال فصله التشريعي المقبل إلى إقرار القوانين المهمة التي ما تزال تنتظر في رفوف مجلس النواب فيما يرى نواب أنه يجب استغلال العطلة التشريعية في تعديل قوانين خلافية ليتم تشريعها فيما بعد تفاصيل أكثر مع صالح الطيب قوانين مهمة ما يزال تشريعها في مجلس النواب يواجه صعوبات كبيرة حيث كشفت جهة نيابية وجود خلافات حادة بشأن القوانين المهمة لا سيما قانون المحكمة الاتحادية التي لم تستطح حيئة رئاسة المجلس تجاوزها خلال الفصل التشريعي الثاني هناك قوانين مهمة وضرورية لم يتم قرارها في هذا الفصل أعتقد هناك خلافات سياسية كبيرة لن تستطيع حيئة الرئاسة تجاوز هذه الخلافات الحادة بين الكتل السياسية خصوصا قرار المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وهناك قوانين مهمة وحقيقة هناك يجب أن تكون هناك لها أولوية قصوى نظرا للحاجة الملحة لأبناء الشعب العراقي لهذه القوانين التي تصوف المصلحة العليا للبلاد ويرى نواب ضرورة استغلال العطلة التشريعية لتعديل القوانين الخلافية وإعادة إرسالها إلى البرلمان خصوصا وأن سحب الحكومة لعدد غير قليل من القوانين ساهم أيضا في تعطيل العجلة التشريعية نحن الآن في عطلة الفصل التشريعي هناك فرصة للحكومة لوضع النقاط التي كانت تختلف عليها أو تراها أنه هي نقاط معرقة لتشريع القانون فلابد من حسم هذه النقاط في جميع القوانين وضرورة إعادة هذه القوانين إلى مجلس النواب حتى وإن كانت على شكل مراحل لغرض تشريعها قوانين معطلة تنتظر التشريع في رفوف مجلس النواب وأخرى تنتظر التعديل في أدراج مجلس الوزراء وفي كلا الحالتين تبقى العطلة التشريعية بحسب متابعين فاصلا زمنيا مهما عسى أن تستثمره الأطراف المختلفة لإنضاج بعض هذه القوانين حتى يتمكن البرلمان من تمريرها في فصله التشريعي المقبل من بغداد صالح طيب المدى أعلنت حكومة إقليم كردستان حزم من الإصلاحات المالية تشمل خفض رواتب المناصب العليا والخاصة في الإقليم والتقليص المخصصات مصادر صحفية أشارت إلى أن الحكومة قرر صرف 50% فقط من مخصصات رئاسات الإقليم والدرجات الخاصة والوزراء ووكلائهم كما قررت إيقاف المخصصات الخاصة بمناصب رئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان وسكرتير البرلمان والتي كانت تشكل نسبة 100% وأشارت المصادر إلى تشكيل لجنة لدراسة مشروع عادة النظر والإصلاح في هيكلية حكومة إقليم كردستان وتشكيل مجلس الوزراء والوزرات والمؤسسات الحكومية مبيرا أن اللجنة تهدف مراعاة الوضع المالي للإقليم وترشيق المؤسسات العامة في الإقليم وتقليل المصاريف الأخبار الاقتصادية بعد هذا الفاصل أهلا بكم إلى شأن الاقتصادي أكدت عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية نورا البجاري أن موازنة العام المقبل مجرد أرقام على ورق ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وقالت البجاريين الحكومة لم تفكر في بناء مشارية وخطة ستراتيجية غير النفط الأمر الذي يجعل من الصعب تطوير اقتصاد البلاد مشارة إلى أن تفعيل قوانين التعرفة الممرجية وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك من الممكن أن تنعش الاقتصاد العراقي لكن تبقى الأمور بيد الحكومة لأنها المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين في الوقت الذي أعلن فيه المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن العراق ساعر بتنفيذ الشروط التي فرضها البنك الدولي مقابل إقراضه أشار إلى أن القرض سيذهب بالدرجة الأساس لمشاريع الطاقة الكهربائية وقطاعات منتجة تفاصيل في سياق هذا التقرير بعد شروط التي فرضها البنك الدولي للموافقة على تقديم قرض للعراق بقيمة مليار ومئتين مليون دولار جاءت تأكيدات الحكومة العراقية بأنها تسير باتجاه تنفيذ الشروط التي فرضها البنك حيث تعهدت بالتزامها باستراتيجية طاقة يتم من خلالها إيقاف هدر الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط تماما عام 2030 لوجود مشاريع للاستفادة منه جهات معنية أكدت أن القرض سيذهب بالدرجة الأساس إلى المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقة الكهربائية كما سيخصص جزء منه للأغراض المنتجة التي تشغل أيدي عاملة مؤكدة أن رواتب الموظفين وإجور العاملين لن تكون لها حصة من القرض فيما أكد الخبراء الاقتصاديون أن العراق يمر بمرحلة صعبة جدا لتحقيق تلك التحسينات وتنفيذ الشروط التي فرضها البنك الدولي في الوقت الذي شددوا فيه على ضرورة تغيير نماط اقتصاد البلاد وتحويله من رعي نفطي إلى زراعي صناعي إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي اتهم عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد السلطة التنفيذية بالتلك في تفعيل جباية الموارد غير النفطية وأوضح أحمد أن الموارد غير النفطية تعود على العراق بموارد مالية كبيرة جدا في حال نفذت وتم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية مبينا أن السلطة التنفيذية متلكة في القيام بتفعيل جباية الماء والكهرباء والموارد الأخرى ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في مزاد البنك لبيع العملة الأجنبية يوم أمس بيان للبنك أوضح أن المبلغ المباع بلغ 183 مليون وخمسمائة وستة أربعين ألف دولار مبينا أن جلسة المبيعات تمت بمشاركة 26 مصرفا و 17 شركة للتحويل المالي أقامت منظمات مدنية في محافظة ميسان حملة تهدف إلى نشر ثقافة التعليم والحد من ظاهرة التسرب من المدارس وامتهان التسول فيما حذرت من خطورة هذه الظاهرة على المجتمع ودعت إلى ضرورة إشراك جميع الجهات المدنية والحكومية بوضع برامج مشتركة للحد من ترك الطلبة للمدارس الفقر وأسباب أخرى هو ما دفع هؤلاء الأطفال وكثيرين غيرهم إلى ترك مقاعد الدراسة وامتهان التسول من أجل تأمين قوة أسرهم التسرب من المدارس ظاهرة أخذت تتسع وتنمو مع تفاقم مشاكل البلاد منظمات مدنية في ميسان أطلقت حملة الهدف منها نشر ثقافة التعليم عبر فعاديات ركزت على طلبة بعض المناطق الفقيرة والعوائل النازحة مجموعة من هؤلاء التلاميذ الصغار أبدأوا معاناتهم من قلة المدارس وعدم وجود الصفوف الكافية لاستيعابهم وبالتالي هذه المسألة تنعكس سلبا على واقعنا وخاصة في محاطم ميسان نحاول نحن كم نظمة خير الإنسانية ننقل هذه المعانات وبالتالي نتمنى أن تكون هناك استجابة من قبل حكومتنا المحلية ومن قبل الناس المعنينين لنقاذ هؤلاء الأطفال أكثر من 300 طفل من العوائل النازحة هو عازف عن الذهاب للمدارس وهذه أسبابها متعددة بعد الإطلاع عن أحوال هذه العوائل البعض منها يوعز ذلك الضعف المادي وبالتالي لجأوا إلى عمالة الأطفال لكي يساعدوا عوائلهم ويشكو الأطفال وذوهم هنا من نقص المدارس بل أن بعض المناطق لا تتجاوز فيها الدراسة مرحلة الثالث الابتدائي وهو ما دفع العديد من الطلبة في ظل الأوضاع المعاشية الصعبة التي يعيشونها إلى ترك المدرسة مطالبين الجهات الحكومية بالنظر إلى حالهم حي الرحمة المدرسة هناك سواء أنه كرفانات وردنا نسجل قال المدير ماكو صف ثاني بصف أول وثاني قال بعد نشوف معلمين يجون ونسجل كم بنتي بثات متوسط بطلة ماكو نقل ولا أكو مدارس يامني بنتي هسا بطيتها بالخامس هاي السنة وهي سرازم بالسادس لازم هاي السنة متروح للأول هاي سار سنة أبطلها ابني بالأول متوسط همين يروح للمنطقة بعيدة ويرجعها مبطل في الشوارع لم بلطة يعني بالمنطقة جهارنا ما يرحون للمدرسة يعني طين السيارة وهذه وسيارات ما علينا يعني مستمرين ويتأذون يعني نعانحنا من المدرسة التسرب من المدارس وإن تعددت أسبابه وتفاوت في درجة حدته من منطقة إلى أخرى فإن تأثيره وخطره يشمل جميع نواحي المجتمع وهو ما يجعل المسؤولية ملقاة على الجميع لمعالجة المشكلة أحمد كريم المدى ميسان خطة أمنية محكمة فرضتها قيادة عمليات بغداد لحماية زائري وساكني منطقة العظمية تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الإجراءات الأمنية لاقت ترحيبا كبيرا من قبل أهالي المنطقة الذين أكدوا دعمهم لجهود القوات الأمنية التفاصيل مع أبراهيم المحمود ساكن وزائر مدينة العظمية عبروا عن ارتياحهم الكبير من الإجراءات التي عدتها القوات الأمنية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي للحيولة من دون حدوث أي خرقات قد تحصل أثناء خروج العوائل للاحتفال بهذا اليوم حيث دع المواطنون أن تكون هذه الذكرى هي فاتحة سلام وأمن على البلاد دوم نصر سلام وخير والقوات الأمن كلها والصحف والقنوات كلها أتمنى لها دوم خير وسلام وأمان واستقرار يا ربي وأتمنى كل كافة قوات الأمن دوم خير وسلام يحفظهم الله ويحفظ أمة محمد يا رجاء هذا مولود النبي أمان وأمن والناس فرحانة وجاية وتحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو نور الإسلام هو إشعاع الإسلام وإحنا إن شاء الله أمن وأمان بإذن الله برعاية الله وبدوطكم إن شاء الله من الديالة جايين بإذن الله فجينا هم نحتفل بمولد الرسول إن شاء الله وهم نشارك الفرحة بويا العالم بهذا المولود العظيم إن شاء الله وعام جديد علينا خير وبركة وإيمان إن شاء الله والله يحفظكم ويحفظ الشعب العراقي ويحفظ الأمة العربية كلها إن شاء الله قيادة عمليات بغداد أكدت وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق بين الفرقة الحادية عشر وقيادة الشرطة الاتحادية وبقية تشكيلات وزارة الداخلية لإسيابية مرور الزائرين والوافدين إلى المدينة تم وضع خطة متكاملة ومارنة لتأمين إنسابيات مرور الوافدين والزارين إلى مدينة العظمية لإحياء مراسم ولادة سيد الكانات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي الخطة اشتركت بها كافة قطعات معظم قطعات الفرقة دعاش وقطعات من الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وحماية المنشآت وإن شاء الله تكون خطة مرنة ونأمن تأمين زيارة وتنفيذ المراسيم الولادة بشكل إن شاء الله سليم وتستقبل منطقة الأعظمية في كل عام مراسيم احتفالية المولد النبوي والتي تعد حياء ذكراه رسالة سلام إلى بقية الأديان والعالم أجمع إتمام الاستعدادات الأمنية للقوات العسكرية لاستقبال الزائرين المتجهين إلى مدينة الأعظمية للاحتفال بالمولد النبوي رحمة المحمود قناة المدى بغداد إلى شأن الدولي بعد هذا الفاصل قالت مصادر يمنية قبلياً القوات الموالية لرئيس عبدرب منصر هادي تتقدم باتجاه العاصمة صنعاء وإنها أصبحت عند أقرب مسافة من المدينة منذ أن استولى عليه الحوثيون في أيلول من العام الماضي وسيطرت قوات هادي على جبلين في منطقة نهم التي تقع على بعد 60 كم فقط شمال شرقي صنعاء في حين انتشر المئات من مسلحي الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح على أطراف المدينة هذا وتوعد التحالف العربي بقيادة السعودية باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين بعد اعتراضه صاروخاً ثانياً أطلقه الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية بيان لقيادة التحالف أكد أن صاروخاً باليستياً تم أطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جزان وبادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية وأوضحت قيادة التحالف أنه في الوقت الذي تحرص فيه على التعاطي بإيجابية مع طلب الحكومة اليمنية لتنديد العمل بالهدنة لأن استمرار الحوثيين في خرق الهدنة سيدفع قيادة التحالف لاتخاذ إجراءات قاسية لردع تلك الأعمال لقيت تسع طالبات سورية المسرعة هنا في دير الزهر عقب استهداف تنظيم داعش لمدرسة في المدينة المرصد السوري لحقوق الإنسان كدى مقتل الطالبات التسع قال إن عشرين طالب أخرى وصيبت بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية لداعش على حي هرابش في دير الزهر مرجحا ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين أما الآن إلى الزميلة إيناس مع أخبار رياضة مرحبا إيناس أهلا أسامة أهلا نور أهلا أحبcompagnetAce عليكم نشرة الأخبار الرياضية بعد الفاصل أهلا بكم أم أكد اتحاد الكرة سعيه لتأمين أفضل أعداد للمنتخب الأول قبل مبارتيه أمام تايلاند وفيتنام للتصفيات المؤهلة لكأسي العالم وأمام آسيا وأوضح الاتحاد أنه سيناقش مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المدرب يحيى علوان المنهاج التدريبي لإقراره حتى يبدأ المنتخب الاستعداد للمبارتين المهمتين إذ ينبغي الفوز بهما لضمان التأهل إلى المرحلة الختامية في سياق المنفصل حددت المحكمة الرياضية الثامن والعشرين من الشهر الجاري موعدا للنظر في الدعوة القضائية التي تقدم بها اتحاد الكرة ضد مدرب المنتخب العراقي السابق حكيم شاكر وطالب الاتحاد في دعوته حكيم شاكر بإعادة مبلغ قدره 150 مليون دينار من أصل مقدم العقد المدفوع له البالغ 210 ملايين دينار الذكر الاتحاد في دعوته أن شاكر لم يعمل مع المنتخب سوى 70 يوما من أصل مدة العقد البالغ عاما كاملا لذا فإن استحقاقه لا يتجاوز 60 مليون دينار من جانب آخر أكد المدرب الكروي كريم صدام أن اتحاد الكرة لم يكن موفقا في عملية وضع الآلية المناسبة لإدارة شأن مسابقة الدور الممتاز وقال صدام أن الآلية الحالية للدوري اعتمدت بناء على رغبات شخصية مما انعكس سلبا على المستوى الفني للمباريات التي لم ترتقي جميعها لما نطمح إليه كمختصين بالشأن الكروي وأضاف أن تراجع مستوى الدوري ستكون له عكاسات ارتدادية على المنتخب الأول خاصة اللاعبين الذين ستغادر أنديتهم بطولة الدوري مبكرا من جهة أخرى قرر لعب كرة القوة الجوية همان طارق الالتحاق بصفوف فريق أودونيزي الإيطالي عقب ختم مشوار المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا المقبلة وقال طارق سأكمل فيزا الدخول للأراضي الإيطالية خلال معسكر المنتخب الأولمبي في إمارة دبي الإماراتية الذي سألتحق به يوم الخميس المقبل وأضاف أنه حسم قراره بشكل نهائي والملاعب الإيطالية ستكون وجهته المقبلة متمنيا التوفيق لفريقه القوة الجوية في البطولتين المحلية والأسيوية وفقت دارة نادي الشرطة على مشاركة فريقها السلوي ببطولة غرب آسيا التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان للمدة من الخامس عشر وحتى الخامس والعشرين من شهر شباط العام المقبل وأوضحت الإدارة أن البطولة تعد محطة مهمة للمنافسة وتأكيد جدارة فريقها الذي توجى بلقب الموسم الماضي وينافس للحفاظ عليه في الموسم الحالي يشار إلى أن آخر مشاركات فريق الشرطة كانت في البطولة العربية التي أقيمت في الإمارات قبل شهرين حقق فريق الشرطة لكرة اليد انتصارا جديدا في سلسلة مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي الجاري حاليا في مدينة أصفهان الإيرانية تحضيرا لمنافسات الدور الممتاز وجاء فوز الشرطة على منتخب أصفهان الذي يضم نخبة من لعبي المنتخب الإيراني بنتيجة 41 مقابل 30 هدفا إذ سيختتم الفريق مبارياته الودية بملاقات فريق فلاذ مرة أخرى خطف فريق البحر فوزا صعبا من غاز الجنوب في قمة مباريات المرحلة الثالثة لمنافسات الدور الممتاز للكرة الطائرة بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين وتقدم البحر في الشوط الأول بنتيجة 25 مقابل 21 نقطة وحسم الثاني لصالحه ب25 مقابل 20 نقطة إلا أن غاز الجنوب انتفض وعادل الكفة بفوزه في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 26 مقابل 24 نقطة و25 مقابل 19 نقطة فيما نجح البحر باقتناص الفوز في الشوط الحاسم بنتيجة 15 مقابل 11 نقطة أخيرا صادقت الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة على التقريرين الإداري والمالي ومنهج العام الحالي بالاجتماع الذي عقد على همش منافسات بطولة دور أندية العراق للرجال الجارية في أربيل وشهد الاجتماع حضور 32 عضوا من أصل 36 وأكد الاتحاد أن العام الحالي شهد توسيع عدد مقاعد مدربي ولاعبي المنتخبات الوطنية لنشر اللعبة بشكل أكبر فضلا على زرع روح المنافسة بين جميع اللاعبين وعدم الاعتماد على أسماء محددة في جميع المشاركات الخارجية شكرا لحسن المتابعة وهذه عودة للزملاء بعد الفاصل تابعنا أخبار رياضة مع الزميلة إيناس وصلنا الآن إلى ختام هذه النشرة الأخبارية قبل الختام نذكر بأبرز العناوين القوات الأمنية تقتحم وسط الرمادي وتحرر عددا من أحياء المدينة وقوات أمريكية خاصة مسنودة بالمروحيات تشارك في المعارك العراق والصين يوقعان خمس اتفاقيات لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر السلاح والعبادي يؤكد ثقته من قهر داعش وتحرير كامل أراضي العراق تسجيل 2500 حالة إصابة بالنكاف بين طلاب المدارس والتربية النيابية تتهم الصحة بالتقصير في مواجهة المرضى القوات الموالية لهادي تقترب من مداخل العاصمة اليمنية صنعة والأمم المتحدة تبدي أسفها لاستمرار دمشق باستخدام أسلحة عشوائية نشرتنا الأخبارية انتهت شاكنين لكم حسن المتابع وإلى اللقاء شكراً نور شكراً نزدغيكم على خير شكراً شكراً